ماتش النهاردة خلاص ماتش اللي فات بقى خلاص يعني فرحنا ساعتين بعد الماتش خلاص النهاردة هنشوف بقى اللي جاي الماتش اللي هو ياهلنا بإذن الله للنهائي في لومنينس البرازيلي طبعا فيه جوانب فنية أكيد مستر كولر شافة أكيد هو اتفرج على الفرقة دي قبل الماتش اللي فات بس يمكن على السريع ماتش ولا حاجة لكن ما كانش عنده وقت كافي أنه هو يعني يحضر بصورة كبيرة لأن الفرق بين الماتشين يومين ولكن على الجانب الفني ماتش مستهل ماتش مستهل فرقة أولا فيه عدة اعتبرات الفرقتين النهاردة بيلعبوا على الفاينل بيلعبوا أن هما يوصلوا فينل فرقة بتاعت أمريكا الجنوبية أصلا فرقة أمريكا الجنوبية بتلعب من الدور نص النهائي زي فرقة أوروبا والمتعرف عليه أن فرقة أمريكا الجنوبية وفرقة أوروبا هي اللي بتلعب فينل المتعرف عليه عشان كده الماتشي مسهل فرقتين بيلعبوا على فينا حتى النادي الاهلي بيلعبوا على فينا النهاردة ان شاء الله اه بلعب سنعنيا ان انا وصل فينا باذن الله رب العالمين ماتشي تاريخي ماتشي لما يتكرر من قبل غير في مايه واحد وستين كانت مباراة ودية بين نفس الفرقتين وانتهت لصالح في المننصف في السادق قارة اتنين واحد ولكن دي مباراة ودية فالنهاردة مباراة رسمية مباراة رسمية هيكتب فيها تاريخ جديد ان شاء الله ان شاء الله يكون النادي الاهلي باذن الله طبعا دي اول مشاركة لفلمونينس البرازيلي وده تسع مشاركة للنادي الاهلي وان شاء الله لو وصلنا فينال هيبقى اول فينال يوصله النادي الاهلي النهاردة بنلاعب فريق غريب شوية غريب شوية المعروف عن الكرة البرازيلية الابداع والمهارة والسرعة لكن احنا برضو النادي الاهلي لما تبص على فرقة فلومنينسي من أول وهلة تستغرب تقول إيه ده هما بيعملوا إيه إحنا مش فاهمين حاجة بس أنا حاديك صورة مبسطة سانداونز صورة مبسطة لفرقة فلومنينسي أحياناً بتلاقي تكتل غريب جداً وعجيب جداً حوالين الكرة كسافة عددية كبيرة جداً حوالين الكرة ومساحات فاضية في الخلف النهاردة هنشوف الكلام ده أكيد ميستر كورر كلم في الفنيات أرى الفرقة دي كويس قوي شاف الفلسفة والمفهوم بتاع المدرب غريب جداً يعني أنا سمعت تحليله في بعض الحلقات اللي كان بيكلم فيها عن فلسفته مع فرقة فلومنينسي فهو بيقول آه أنا في بعض الأوقات بعمل كسافة عددية كبيرة جداً على الخصم وعلى الكرة علشان أزنوا الخصم مصلاً في نص ملعب وقت النهاردة هتلاقي مثلاً ممكن تلاقي مارسيل اللي هو بيلعب ليفت باك أو زهير أيصر تلاقيه وراء راس الحرب ممكن تلاقي كينو فاكرينت حضراتكم طبعاً كينو اللي كان بيلعب في بيراميدز أحياناً بيلعب ناحية الشمال مرة واحدة ممكن تلاقيه ناحية اليمين مرة واحدة تلاقيه راجع وراء في نص الملع هتلاقيه أن فيه لا مركزية بس لا مركزية يعني زيادة شوية عندهم نقاط ضعف عندهم نقاط ضعف نقاط ضعف في الخط الخلفي نقاط ضعف في حارس المرمى معدل الأعمار السنية للأساسيين كبير شوية خصوياً في خط الدفاع 35 مرسله ميلو عنده 40 ميلو ده بالمناسبة ده لو حضراتكم تفتكروا لما لعبنا بالميرس وعلى الثالث والرابع لعبنا معاهم رقلات ترجيح ميلو ده وضيع آخر ضربة صدها محمد الشناوي وخدنا ساعتها احنا كسبنا المركز التالي عندهم الجولة عنه 43 سنة حرقته بطيئة شوية هم عندهم فعالية في الجانب الأمامي وعندهم مشاكل في الجانب الدفاعي يعني ممكن يجيبوا جوال وممكن يخش فيهم جوال أكيد مستر كولر أرى الكلام ده كله أكيد قدر يتكلم معا اللعبية ولو إن الفترة كانت يومين ولكن قدر يتكلم معهم شاف نقاط القوة شاف نقاط الضعف إن شاء الله بإذن الله بإذن الله النهاردة حنشوف الأهلي جوه الملعب زي الماتش اللي فات زي الماتش اللي فات اللي ما يعرفناش أو اللي كان يعرفنا وبيتجاهل بعض الشيء زي الماتش اللي فات مثلا قبل الماتش سمعنا كلام كتير جدا 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 لكن في الملعب حاجة تانية النادي الأهلي هو اللي بيفرض كلمته في الملعب وإن شاء الله إن شاء الله هنشوف أداء بإزاي بقى ماتش اتحاد جدة لا أحسن إن شاء الله عندي ثقة كبيرة جدا جدا في لعبتنا وجهزهم الفني إن شاء الله النادي الأهلي جاهز لماتش النهاردة ومسر كولر نفسه أكد على ده حتى في المؤتمر الصحفي قال إنه هو تفرج على أربع ماتشات للفري البرازيلي طريقة أداءهم مختلفة شوية أو مختلفة كتير عن اتحاد جدة معهم مدرب فرناندو دينيز وبالمناسبة هو المدرب المؤقت برضه لمنتخب البرازيلي الفترة دي يعني فرناندو دينيز اللي هو المدرب النهاردة البرازيلي بتاع فلومنينسي هو نفسه المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل الفترة دي ليه فكر خطتي معين وبيطبقوه بطريقة غريبة وأحياناً بتتوف في الملعب ما تعرفش ده بيلعب فينه وده بيلعب فينه وده بيلعب فينه هو بيحاول يفرد أسلوبه على الفريق هو قال كده هو قال أنا بحاول أفرد أسلوبي على الفرق المنافسة وبيعمل زيادة عددية في نص ملعبهم بحيث أنه هو حتى لو الكرة قطعت منه يقدر يجيبها بسرعة ولكن عنده مشاكل في الكرات الطولية بالذات لأنه دايماً في الكرات الطولية وكرات العكسية بتلاقي مساحات كبيرة جداً 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 تقدر تلعب فيها لكن احنا كمان النادي الأهلي هم أكيد تفرجوا الماتش اللي فات أو تفرجوا على ملخص الماتش اللي فات عندنا طريقتنا اللي بنحاول إن شاء الله نفردها إن شاء الله اللعيبة جاهزة